موسيقى بسم الاب والابن والروح الخدس الاله الواحد امين اعزائي متابعي قناة اولاد الملك اهلا بكم طموف ايريني هي جوهرة السماء وفخر رهبانة هذا الجيل وبمناسبة ذكرى انتقالها للسامة يوم 31 اكتوبر كنت حابب اكلمكم عن بداية حياتها قبل الرهبان اتولدت طموف ايريني في مدينة جيرجا في محافظة سهاج سنة 1936 وكانت البنت البكرية وكان ليها اربع اخوات بنات واخين ولاد اثناء ولادتها اتعصرت الام في الولادة فراح جدها والد امها لكنيسة ماري جيرجس عشان يصلي الربنا ويطلب شفاعة القديس ماري جيرجس عشان يقوم بنته بالسلامة وكانت الام بتصلي وبتطلب معونة العدرة ام النور فاضاقت الحجرة بنور سماوي بهي جدا وظهرت العدرة ام النور ومعاها ماري جيرجس واقف وراها فتقدم ماري جيرجس وخبط على ظهرها ثلاث خبطات ففي الحال نزلت طفلة جميلة استلقتها العدرة على اديها الطاهرتين ورشمتها بعلامة الصليب ادتها لامها وقالت لها اهتم بتربيتها ولكن دي مش بتاعتكم دي بتاعتنا احنا والاسم العلماني اللي اختروا هولها فوزية واثناء المعمودية المقدسة على ايد الامبا بطرس اسقف اخميم وسهاج شاف رؤية جميلة ان الامبا شنودة رئيس المتوحدين بيبركها بعد ما خرجت من جرن المعمودية والتزمت الاسرة بعد كده انهم يروحوا الدير سنويا ومعاهم عطايا كتير ونمت فوزية في عيلة عرفت بالقداسة وعمق حياتها مع الله وشركتها الحية مع القديسين وكانت الاسرة بتهتم جدا باعمال الرحمة فدقت حلاوة العشرة الالهية والحياة السمائية فكانت لا تجد شبعا لحياتها الا في الكتاب المقدس والصلاة والصوم والتسابيح وكتب الروحية وممارسة الفضائل وكانت مواظبة جدا على مدارس الاحد والاعتراف والتناول من اسرار المقدسة ولما شافت ان ما فيش حد بيهتم بنظافة كنيست العدرة ففكرت انها تروح هي واسحابها مع بعض ينظفوا الكنيسة وبزلوا مجهود خيالي لغاية لما بقت في ابها صورة وكان ده يوم 21 من شهر الابطي اللي بيبقى فيه تذكار العدرة ام النور اللي ظهرت لهم بنورها الجميل وابتسمت لهم وقالت انا متشكرة انا فرحانة بيكم عشان نظفتوا بيت الهي وابني اللي على اسمي وبركتهم واختفت ومن اليوم ده اعتادت فوزية هي واسحابها يروحوا ينظفوا الكنيسة كل يوم سبت وكانت فوزية بتقود العمل ده وتوزع الشغل على صحابها ولاحظت كل انها بتدبر الامور بطريقة كويسة برغم من صغر سنها وكذلك ربنا منحها قدرة على تعزية الحزانة واتسمت بشفافية روحية ولما كبرت كانت مشتاقة جدا لحياة الرهبنة فكانت فكرة الرهبنة بتسيطر عليها وتشغل تفكيرها ولكنها ما كانتش عارفة طريق اديورة للراهبات وكانت شديدة الارتباط بوالدتها ولها صداقة عميقة مع خالتها مفيدة وكانوا متفقين مع بعض على رغبتهم في الرهبنة ولما كانت مفيدة جميلة المنظر جدا فاهلها اكبروها على الزواج رغما عنها وتمت الخطبة وقبل الاكليل راحت مفيدة تبكي قدام ايقونة للست العذرة واشتكت لها من اهلها اللي عاوزين يغصبوها على الجواز وهي نفسها تترهبن فظهرت لها العذرة مريم وقالت لها قولي لولدتك ان ما كنتوش هتسيبوني اروح الدير العذرة هتاخدني عروسة لابنها فأمها ما صدقتش الكلام ده وافتكرت انها بتعمل حيلة عشان تهرب من الجواز وبالفعل حصل انها وقعت من السلم وماتت قبل ما تتجوز فقعدت فوزية تبكي عليها بحرقة ومرارة وتعبت جدا فشافت رؤية مجموعة من العذرة كتير ومنيرين ولبسين ابيض ومعهم سلبان الماز وتجان على رؤوسهم وكان من ضمنهم مفيدة اللي عرفتها انها في الفردوس ومكانها جميل واجمل حاجة في الفردوس الرب يسوع اللي سمحلك تشوفين علشان تتعزي وتفرحي وتبطلي بكة وعرفتها مفيدة انها هتكون معاهم بس بعد فترة لانها هتسلك طريق الرهبانة وهتبقى رئيسة لدير رهبات وهيكون عندها بنات كتير مباركين وحكت فوزية عن الرؤية دي للعيلة اللي تعجبوا منها ولما كانت بتصلي دايما فوزية ربنا علشان يدبر لها الامكانيات علشان تبني دير للبنات اللي نفسهم يتراهبنوا وتجمعهم فيه فظهر لها القديس ابو سيفين اخدها على حصانه وفي ثواني كانوا بالفعل في دير الرهبات وقال لها انا عايزك تكوني هنا في الدير بتاعي في مصر القديمة وفرجها على الدير ووعدها ان ربنا هيدبر لها الامر ده فبعد كده تشاء عناية ربنا ان امنا ماريا الراهبة في نفس الدير راحت جرجا علشان تزور اختها في بلد قريبة هناك وتقابلت معاها فوزية واعلمتها برغبتها في الرهبانة فعادتها امنا ماريا انها تكلم امنا كيريا رئيسة الدير في الوقت ده وتمت مراسلات بينهم ولما علم والدها والدتها كانوا رفضين الفكرة وحاول ابوها يقنعها ان هو يبنلها اللاية على سطح البيت عشان تكون جنبهم وقدام عنهم لكن هي كانت مشتاقة للرهبانة في الدير ولما لقوا الحاح من فوزية على طلب الرهبانة اتفقوا مع بعض ان هم يصوموا يصلوا لمدة 15 يوم ويحضروا قدسات في اليوم الخمستاشر امها مردتش تروح الكنيسة قعدت في البيت وقعدت تصلي وتضرب ميتانيات كتير فظهرت لها العذرة ام النور وفكرتها بالكلام اللي قالت هولها يوم ولادتها وقالت لها انا خطبتها لابني وسيبيها تتراهبن وما تخفيش عليها هي هتكون في حماة واذا مش عايزة خلاص احنا هناخدها عندنا فقالت لها لا خلاص يا ست تتراهبن ولما راجع جوزها من الكنيسة وقالت له الكلام ده فبرده عاند وطلب ان هو يبنلها اللاية فوق السطوح وتتراهبن فيها بدل ما تروح الدير وبعد كده ظهر القديس يوحنى صاحب الانجيل الزهبي لوالديها وطلب منهم ان هم يسيبوا بنتهم تروح الدير وبعد كده وفقوا لها وكان من ترتيب ربنا ان امنا ماريا زارتها في جرجة واتفقوا يروحوا الدير مع بعض ولكن في ليلة السفر لما سمع عمها بالخبر جاب كرسي وقعد جنب الباب عشان يمنعها فلما حان وقت السفر نام نوم عميق وقتها وسفره وما تحركش من مكانه وهكذا انطلقت عروس المسيح في طريقها للحياة الملائكية وهي فرحانة بتشكر ربنا وتسبحه انه حقق لها رغبتها وحلمها بالرهبنة وكان عمرها في الوقت ده 18 سنة وبركة صلوات طمو بقريني تكون معانا جميعا ولربنا المجد الدائم الى الابد امين حضراتكم محتوى القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وازعجاككم الفيديو بتاع النهاردة ياريت تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد يستفيدوا منه والى اللقاء في فيديوهات اخرى قادمة من قناة اولاد الملك سلام ربنا يكون معكم اشتركوا في القناة